موسيقى وتعزف الجروح وتميز كل ضام اصرب لرجل من المروح ادي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرضاك ربي كلمتك عجيبة وتفني جبال وتفني جبال والحرفين منها يسقط صدق تام المحام اخ يوسف رياض اهلا بك اخ يوسف اهلا بك اخ عياد كمان بنرحب بالضيوف اهلا وسهلا بكم اخ يوسف اصح 15 من انجيل لوقة هو اصح غني يمثل قمة من قمم الكتاب المقدس اديني فكرة عن موضوع اصح 15 يعني يحضرني اخ عياد ان واحد من الملاحدة بعث صديق لي قال له بطل تقرأ كتاب المقدس وقده له بعض الكتب اللي اراها فرد عليه ذلك الشخص قال له لو لقيت ترنيمة اجمل من مزمور 23 وكلمات اروع من موعزة الجبل وقصة احلى من لقى 15 ابعتها لي في الحقيقة زي ما انت بتقول لقى 15 واحدة من ضمن قمم الكتاب المقدس اه ليه بقى لان انا مش بيورينا الانسان يبحث عن الله وده شيء طبيعي انا بحث عن الله انا بدور عليه لكن بيورينا ازاي الله بذاته مهتم ومشغول بالواحد خروف من مية درهم من عشرة ابن واحد من اتنين الله مشغول بالواحد والله نفسه فرحان بعودة الضال تمام يبقى ده الموضوع في هذا الاصاح نعم المثل الثلاثي مثل الخروف الضال مثل الدرهم المفقود مثل الابن الضال تمام تمام اشكرك خلفية هذا المثل يعني ورد في عدد واحد يقول وكان جميع العشرين والخطاط يدنون منه ليسمعوا فتذمر الفرسيون والكتب قائلين هذا يقبلوا خطاطا ويأكلوا معهم دي الخلفية التي انطلق منها المسيح ليتكلم عن هذا المثل إعلاقة ما قيله هنا في العدد ده بالمثل فيه ثلاث اتهمات وجهت للمسيح بحسب إنجلوق الاتهام الأول لقى سبعة وهنا لقى خمستاشر ثم لقى تسعتاشر لقى سبعة محب للعشرين والخطاط لقى خمستاشر هذا يقبل خطاط ويأكل معهم لقى تسعتاشر دخل ليبيت عند رجل خاطئ في الثلاث مرات بنشوف المسيح بيرحب الخطاط ليس كما قال الأردياء كأنه يوافق على خطاياهم إطلاقا لكنه يرحب بأشخاصهم وليس بخطاياهم إنه يقبل خطاط ويخلصهم من الخطيئة وده بقى النعمة العجيبة اللي بيبرزها إنجل لقى ولعل أروع ما في إنجل لقى يبرز نعمة الله لقى خمستاشر تمام بعد كده بدأ الرب يتكلم في المثل الأول عن الخروف الضال اسمح لي أرى بعض العداد وأرجع لحضرتك بسؤال فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له مئة خروف وأضع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى التوبة عيز تعليق على هذا المثل هذا المثل أنت حالك أشرت من شوية إنه مثل ثلاثي والبعض بيقول ثلاث أمثال وأنا مش شايف تعارض ما بين إنهم ثلاث أمثال أو إنه مثل ثلاثي تماما كما لنجد تعارض بين الله واحد وأقانيم ثلاثة تمام أفتكر واضح من الكتاب كله أن الراعي هو الرب يسوع المسيح أنا هو الراعي الصالح أنا هو الراعي الصالح دي أشهر الآيات هنا بيدور على الخروف الضال مين الخروف الضال في الحقيقة شعية ثلاثة وخمسين ستة قال لنا بوضوع كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقي لماذا يقول إنه واحد بس اللي ضاع يقول ذلك لأنه في ناس كتيرة حسة زي الفرسيين والكتبة حسين إنهم متاهوش العشرين والخطاط الوحشين اللي أنت بتاكل معاهم اللي أنت قابلهم هم دول اللي تاهم أما إحنا نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد قط لأحد لا تفتكروا وتقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن الله قدر أن يقم من الحجارة أولاد لإبراهيم لكن بكل أسف كانوا يحسون أنهم لم يضلوا وبالتالي لا يحتاجون إلى من يبحث عنه إذن الرابط بين الخلفية وبين هذا المثل إن الخروف الضال يتكلم عن العشرين والخطاط لكن التسعة وتسعين اللي هما الأبرار في أعين أنفسهم ده بيتكلم عن الفرسيين الذين يتزمرون صحيح أشكرك هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدولة في عدد خمسة وإذا وجده يضعه على من كبيه فرحاً نعايز بس أسأل أقول هو الفرح المفروض يكون من نصيب الخروف اللي كان ضال ووجد ولا الراعي هو اللي يفرح اتفضل هذا الأصح بيركز على أن الفرح هو فرح الله وعشان كده يقول فرح في السماء طبعاً طبعاً الخاطي لما بيرجع بيفرح بنشوفها دي مثلاً في الخصي الحبشي ذهب في طريقه فرحاً بنشوفها مثلاً في سجان فليب تهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله أكيد الراجع بيفرح فرحاً أفرحه بالرب لأنه ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر بس مش ده اللي عاوز يقوله في لقى 15 عاوز يقول لنا إن الله هو اللي بيفرح بدليل إنه بيبحث أنا بجيب التشبيه ده أنا عندي حاجات في البيت أحياناً كتيرة بتضيع طبعاً بتبقى استخبط في حتة معينة إذا كان هذا الأمر مش مهم مش هكلف نفسي غير إنه أدور على دقيقة ولا دقتين وما لقتوش مش مشكلة وقتي أثمن لكن لما تكون حاجة لها غلاوة خاصة عندي حاجة مهمة بالنسبة لي لأ أنا مش هدور عليها دقيقة ولا تنين ده أنا مش ههدى غير لما ألاقيها وده اللي بيقوله لنا هنا يذهب لأجل الضال لغاية متى لغاية لما يتعب لا مش لغاية لما يتعبش لغاية لما يلاقيه لماذا؟ لأنه بالنسبة لي مهم جداً أب مستني ابنه زي ما حتشوف في الآخر لغاية إمتى يستنى؟ لأ ده حيفضل مستنيه لغاية لما يرجع تمام الجزء الثاني من المثل في عدد ثمانية من ثمانية العشر يقول أَوَأَيَّةُ مْرَأَةٍ لَهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمْ إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمًا وَاحِدًا أَلَا تُقِدُ سِرَاجًا وَتَكْنُسُ الْبَيْتَ وَتُفَتِّشُ بِاكْتِهَادٍ حَتَّى تَجِيدَهُ وَإِذَا وَجَدَتْهُ تَدْعُ الصَّدِقَاتِ وَالْجَرَاتِ قَائِلَةً افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب احنا شفنا في الجزء الأول من المثل أو في المثل الأول خروف برة وضع وذهب لأجله الراعي هنا نجد واحد من عشرة درهم من عشرة جوه البيت وحضرتك في المقدمة أشرت إلى أن المرأة تمثل عمل الروح القدس في البحث عن النفوس في الداخل دي نضوء أكثر على هذه الجزئية يعني نضع نقول في الجزء الأول من المثل أو في المثل الأول خاطئ شرير بس فيه خاطئ كنيسي يعني جوه الكنيسة معقول آه معقول أول اللي قدموا الزبايح وخلط بلاطس دمهم بزبائحهم بيقدموا الزبايح وهم خطاط طبعا ممكن قوي جوه الكنيسة وخاطي غرقان في الخطي وسيمون أمان واعتمد وسيمون أمان واعتمد يبقى فيه خاطي برة وفيه خاطي جوه الخاطي اللي برة عايز شغلة الراعي الذي يذهب لأجل الضال حتى يجده والخاطي اللي جوه محتاج المرأة اللي هي صورة للروح قدس لكن محتاج كمان إنه يوقض سراج وإنه يكنس البيت السراج كلمة الله والكنس معاملات العناية الإلهية لأن المكنسة عمالة تحرك يمين وشمال وبعدين هتسمع المرأة صوت رانين معدن هتعرف إن هنا المعدن الدرهم المفقود وأنا أعتقد إن الروح قدس بيعمل الشغلاء دي عندما يوقض السراج اللي هي كلمة الله كلمة الله هو السراج ومعاملات العناية مع النفوس طبوس لا يسمع الوعظة بكمية مرة لكن في المرة دي صابت وفعلا خر على وجهه وأقر بخطياء وذنوبه وفي الحياة بتكون في فرح في السماء بخاط واحد يتوب أكتر من الذين لا يشعرون بحاجاتهم إلى التوبة أقدر أشوف يا أخي يوسف في الجزئين كده من المثل سواء كان الخروف الضال في الخارج وذهاب الرعي إليه أي أو الضال في الداخل وعمل الروح القدس مستخدما الكلمة للبحث عنه يعني زي ما في الداخل ممكن يدخل العامي لما يعرفش الرب وكلمة الله تلقطه وروح القدس ينخص ضميره لكن كمان فيه احتياج أن نذهب بالكلمة ونبحث عن الضالين بعمل الرب يسوع المسيح باعتباره الرعي هل الفكرة دي مقبولة في ضوء هذا المثل؟ طبعا يعني إحنا لينا دور في الخارج اذهبوا إلى العالم أجمع يعني واحد قال الكتاب لم يقل ليأتوا إلينا لكن اذهبوا أنتم إليهم فده المثل الأولاني لكن عايز أقول أيضا داخل بيت الله داخل الكنيسة في نفوس متعودة تحضر أنا شخصيا أعرف بعض رجال الدين أسس يعني طبعا فيهم كثيرين من الأتقياء والأفاضل الرب يعرفهم لكن أعرف بعضهم قالولي إحنا عرفنا الرب وإحنا وإحنا في مركز خدمة دينية معقولة في الحقيقة معقولة جدا الرب بيتعامل فهنا ده راجل كنيس إن جزءا أقول هل ممكن عشان كده بيقول اكرس بالكلمة أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب تمام شفنا في المثل الأول أو في الجزء الأول الراعي والخراف وعندنا كانت نسبة الخسارة 1% وعندنا في الجزء الثاني المرأة والدراهم ونسبة الخسارة كانت 10% لكن في هذا الجزء الثالث أو المثل الثالث عندنا أب وعنده ابنين والخسارة تعتبر 50% أديني فكرة عن هذا المثل الأخير بداية أقول في المثلين السابقين النعمة تبحث في المثل الثالث النعمة تقبل ويمكن ده بيرد على كلام الفرسيين اللي قالوا هذا يقبل خطاط المسيح بيقول لهم مش بالضبط كده أنا مش بقبل خطاط أنا بدور على الخطاط ويأكل معهم في المثل الثالث هقول لهم مش بالضبط أني بأكل معاهم ده أنا بقدم نفسي باعتبار الذبيحة علشان هم يأكلوا ويشبعهم في الحقيقة الدعاء أو أو تهجم الناس الكتب والفرسيين على المسيح ونعمته ما أدرواش يوصلوا إلى الحقيقة الكاملة فنعمة المسيح أعظم بما لا يقاص من تصور هؤلاء الأردية إنه يذهب لأجل الضال حتى يجدوا إنه يرحب بالراجع ويقدم نفسه لكي ما يشبع جوع هذا الإنسان البائس تمام أنا أعتبر أن قراءت هذا المثل بمثابة العصف على قصارة النعمة نعم فاسمح لآرى كلمات هذا المثل وأرجو من المشاهدين يا بخير يسمع أيه أرجو من المشاهدين أن يزغوا إلى هذه الأقوال مام وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع لابن الأصغر كل شيء وصافر إلى كرة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكرة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكرة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنزير وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنزير تأكله فلم يعطيه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوع أقوم أذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مسعقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك فقام وجاء الأبي وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له لب يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب لعبيده أخرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاءا في رجليه وقدموا العجل المسمى واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد فابتدأوا يفرحون كلمات تصحق أن أتوقف عندها صف لنا هذا المشهد يعني واحد صور هذه القصة العجيبة قصة الابن الضال في ثلاث صور شاب مش عجبه العيشة مع أبوه معتبر أن أبوه سر تعسته وزي كثير جدا من الشباب في هذه الأيام ويبدو أنه مش بس في هذه الأيام لكن في كل الأزمان هناك شباب مجنون مش عجبوا العيشة وبيعتبروها قيد للحرية فقرر الانفصال والابتعاد عن أبي دي الصورة الأولى الصورة الثانية هذا الابن صافر إلى كورة بعيدة بعد قد ما يقدر لكن بكل أسف بذر ما له في حياة الجنون والمجون بجهل ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي وده اللي حصل بالظبط في الصورة الثانية الصورة الثالثة لما ضاق به الأمر جدا ولم يعطيه أحد وحدث جوع شديد في تلك الكورة قرر العودة وهنا نجد أجمل الصور أب يجري على ابنه الراجع زي ما بيقول لنا رآه من بعيد هو في الحقيقة كان في الكورة البعيدة كل اللي عملوا على ما أعتقد أنه أدى خلف ضر للكورة لأنه كان لم يزل بعيدا أو خلينا أقول كان لم يزل في الكورة البعيدة بس مش مدي ظهره لأبيه لكن مدي ظهره للكورة البعيدة وجاي الأبيه واللي عمل الرحلة مش الإبن الضال يعني البعض يعني بيخدم عودة رحلة عودة الإبن الضال في الحقيقة الإبن الضال مع مرش الرحلة اللي عمل الرحلة هو الأب كان لم يزل بعيدا من رآه وأبوه ركض وقع على عنقه وقبله وبعدين بقيت القصة الرائعة اللي بتورينا غنى نعمة الله أشكرك هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضال كنا متوقعين إن الأب بيستخدم هنا سلطانه إن هو يقدب الإبن اللي بعيد عنه وتركه وأخطأ لكن بنلاقي الأب بتفرد فعله مختلف إنه ركض وبكى على عنقه وقبله فإيه السبب؟ كلامك يا اخت كارل فكرني بقصة كنت سمعتها عن واحد مرسل في الصين وأراد أن يصور لأن الصينين بيحب الرسومات فأراد أن يصور هذه القصة فاستدعى واحد من الفنانين وحكى له القصة وقال له عايزك تصورها لي في لوحات وبعدين قال له ما تنساش تقرأ لوقة 15 قد له الكتاب المقدس قال له اراه عشان تصور لي الصورة كما جاءت في الكتاب المقدس وفعلاً الرجل أخد الكتاب ورسم عديد من الصور الصور كلها معبرة إلى أن وصل إلى صورة والخادم قال له بس الكتاب ما قالش كده الصورة كانت بتصور الأب ماسك عصايا كبيرة وبيجي راح وابنه ناوي بطحه فقال له قصة ما قالتش كده فرد الصين الفنان بكل هدوء قال له هي ما قالتش كده بس للوقت ما يستحقش غير كده هو يستحق كده لكن الله ما عملناش بكده ويمكن ده السبب أنك لما تقرى المثل الأولاني أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاعة واحد يعمل ايه منكم أو أية امرأة لها عشر دراهم وأضاعت واحدا منها تعمل ايه الست تعمل كده لكن لما قالش وأي أب منكم له ابنان ما قالش دي لكن قال وقال إنسان كان له ابنان وأنا أعتقد إن مفيش أب في الدنيا يعمل العمل ده أي إذا قلنا إن واحد من أطيب الآباء اللي في الكتاب المؤدس وزيادة شوية في الطيبة داود اللي لم يزجر ولاده أدونية لم يغضبه أب شلوم يقتل أخوه أخوه يزني مع أخته ما عملش أي حاجة لأي حد ومع ذلك عندما أخطأ أب شلوم ما جراش داود علشان يقبل أب شلوم عندما رجع بالعكس قال ليه أب يرجع بس ما يورنش وش وعد ثلاث سنين أب شلوم ما بيشوفش داود مين أب يعمل كده في الحقيقة لا يوجد أب إلا ذاك الذي قال عنه الرسول بولس الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها هو الله بس تمام أخي يوسف الابن الراجع كان يحلم فقط أن يحصل على الخبز في بيت أبي وكان بيطوب الأجرة اللي موجودين في بيت أبي لكن الحقيقة القاب فجأه بأكثر من الخبز نعم لما قال اخرجوا الحلة الأولى والبسوا وجعلوا خاتما في يديه واتباحوا العجلة المسمن فنأكل ونفرح هذا الغنى الجزيل بيقولنا إيه في قلب الله يعني واحد قال لو كان أعطاه الخبز لكي يأكل وهو جاي من الكورة البعيدة يتدور جوعا لكانت هذه رحمة عندما قرر أنه يضع خاتم في إيده حزاء في رجله يلبسه الحلة الأولى هذا غنى النعمة لكن هناك ما هو أكثر من ذلك عندما قدموا العجل المسمن نأكل ونفرح هنا متح مجد النعمة وفي الحقيقة بالنسبة لله مش بس أدانا رحمة لكن كان غاني في الرحمة مش بس أدانا نعمة لكن غنى النعمة لكن مش بس كده لكن غنى مجد النعمة بان في تعامل الله معنا أشكرك يا أخي يوسف المشهد ده مشهد الإبن الراجع الجالس على ذات المئدة مع أبي وله مطعام مشترك وهو العجل المسمن مشهد شركة جميل ليه أي ظل في العهد القديم؟ وإنجيل لوقة بصفة عامة يكلمنا عن المسيح باعتباره ذبيحة السلامة لذلك الحجاب انشق من الوسط لقى 23 اللص اللي كان في متة ومرقص بيعير تم خلاصه ورحب به في الفرداوس لقى 23 برضو هنا في القصة دي بنشوف أيضا ذبيحة السلامة فهي شكر وهي شركة ذبيحة السلامة بحسب لوين سبعة شكر وشركة وفعلا هنا بنشوف شكر وبنشوف شركة لأن الأب قاعد على الصفرة والابن معاه والكل فرحان بعودة الابن الضال إنها ذبيحة السلامة ولأن ذبيحة السلامة كان فيها نصيب لله أيوة ونصيب لمقدم الذبيحة ونصيب للكاهن فالكل يشترك في الذبيحة بالضبط أشكرك تمام محتاج كلمة أخيرة في هذه الحلقة عن الابن الآخر الأكبر يعني كتير بيركز على الابن الضال الابن الضال نعم والابن الأصغر العشرين والخطاط وكأن الرب عايز يقول أنا فرحتي مش باللي بيدعوا إنهم لم يخطئوه اللي هما الكتب والفرسيين زي الابن الأكبر اللي بيقول قط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطيني قط يعني قط أنت ما عملتش حاجة كويسة وقطت أنا ما عملتش حاجة وحشة طبعا الدعاء فارغ الأب مصرور بالابن الأصغر اللي هو صورة للعشرين والخطاط اللي جايين بالتضاع ومسكنة لكن من جانب الآخر أرى فيه الابن الأكبر صورة لإسرائيل إسرائيل ابن البكر وأرى فيه الابن الأصغر اللي راح للكورة البعيدة اللي قالوا لله ابعد عننا بمعرفة طرقك لا نصر صورة للأمم الذين تهوروا وبعده لكن كم من الأمم ملايين من الأمم رجعوا إلى الآب وكانوا موضوع فرح وسرور السماء بينما إسرائيل بقالهم ألفين سنة عاملين زي الابن الأكبر غضبة ولم يرد أن يدخل وإلى اليوم هم غضنين ومش عاوزين يدخلهم لكن ليهم باركة في المستقبل بس بعد اختطاف الكنيسة أشكرك يا أخي يوسف وصلنا لختام الحلقة ربي باركك راجع الحلقة بعد ديوف طلعنا بإيه من حلقة النهاردة فهمنا من مسألة درهم المفقود أن السراج بيكلمنا عن كلمة الله والكنس بيكلمنا عن معاملات العناية الإلهية والمرأة بتشير للروح الكدس فكأن الروح الكدس من خلال كلمة الله بيتعامل مع النفوس اللي حتى لو كانوا داخل الكنيسة اللي هو المقصود بالبيت عشان خطر يتوبه ويرجعه من جديد للرب جميل لوجة خمستاشر وهو بيجدم لي الله في سلوس أقانيمه وهو اللي بيبحث عن الإنسان وبيدور على الضل شفنا النعمة تبحث لكن النعمة تقبل كل الذين قابلوها أعطاهم سلطاناً أن يصير أولاد الله أي المؤمنين باسمه شكراً ربي بارككم شكراً يا خيوة سوف ربي باركك عزيزي مشاهد أترك معك مقيلة عن الأب الذي كان ينتظر ابنه بشوق وكان يترقب مجيئه بل إن موجات المحبة وصلت إلى الإبن حيثما كان في مستنقع الخطايا وهناك تذكر محبة الأب وكرم الأب وهذا ما دفعه دفعاً للجوء إليه يقول فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيداً رآه أبوه فتح الننا وركض ووقع على عنقه وقبله هذه مشاعر الأب المحب استحقاً كان هذا الشاب الإبن الأصغر يستحق أن يؤخذ أمام شيوخ المدينة كالابن المارد والمعاند والسكير وهناك يرجم لكن الأب بمحبته جرى ووقع على عنقه وقبله غمره بالقبلات وعمل مظلة حماية عليه علشان كان فيه بديل سوف يذبح لكي يرحب بهذا الإبن المارد في محضر أبيه عزيز المشاهد مهما كانت خطيات مهما كانت أثامك حيثما كنت وكيفما كنت لكن النعمة تنتظرك النعمة التي تبحث عنك قد جهزت المكان وجهزت الوليمة وجهزت العدة لكي تكسوك بالبر عليك أن تأتي للمسيح وعليك أن تتوب عن خطيات وعليك أن تقبل عمل المسيح على الصليب وتدخل إلى هذه الدائرة دائرة نعمة الله والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهاء قد يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب يدي كلمتك تروش وتعزي في الجروش وتميز كل ضام أسرب لرجل من المروح يدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لي رضاك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرفين منها يسقط صدقاء قدام المحال